في أجواء استقالة وزير المالية وما ترتب من أحداث وتفاصيل برزت إلينا سرقة القرن هكذا أطلق عليها وهي سرقة قليلة جدا بالقياس إلى السرقات التي تحدث عنها علي حيدر عبد الأمير علاوي في رسالة استقالته رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الإعلامي العراقي عدنان الطائي في برنامجه الحق يقال عبر شاشة يو تي في وهو في مقدمته يعطينا خلاصة عن سرقة القرن فضيحة تأريخية تختم عهد الكاظمي تريليونات تختفي من خزائن بلاد الرافدين أعطني دولة سائبة ومنفلتة أنطيك أكبر عملية سرقة بالتأريخ هذه هي زبدة الفضيحة فضيحة المليارين ونص دولار اللي هزت العراق وداخ بيها العالم دعونا نتابع الملف المخزي باختصار من أيلول 21 العام الماضي إلى آقاب 22 هاي السنة انسرقت من حساب الأمانات التابع لهيئة الضرائب مليارين ونص دولار خمس شركات وهمية قامت بالعملية بالتعاون مع شبكة فاسدين بالمؤسسات المعنية بالملف بالتالي قدرت تسحب 247 سك كل سك لا يقل المبلغ اللي بيه عن 10 مليون دولار الشركات هي الحوت الأحدب بادية المساء المبدعون بيش مبدعون شركة القانت وشركة رياح بغداد هاي الشركات اتضح لاحقا أنها وهمية وحتى مقرات ماعدها اثنين منهم مبلغهم التأسيسي فقط مليون دينار ما كوهيش استهتاع لا ننسى هنا أن القصة بيها أوليات عديدة ومن ضمنها طلب اللجنة المالية بالبرلمان من وزارة المالية أن يقتصر تدقيق إجراءات صرف مستحقات حساب الأمانات بهيئة الضرائب فقط واستبعاد ديوان الرقابة المالية من المهمة شنو الذريعة؟ تخفيف الآليات المعقدة والروتين وهذا الشي غريب ومثير للشكوك المشكلة وين؟ المشكلة أن الملف انطبخ واستوى بالفترة اللي كان بيها علي عبد الامير علاوي وزير المالية ونعرف أن هذا الرجل خبير ونزيه وارتبطت باسم ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية البيضاء وكان المفروض ما تفوته وهو اللي يكشف القصة لكن اللي صار أنه اللي يكشف رئيس جبل الجليد هو مدير القانونية بوزارة المالية لا كشفها علي علاوي ولا طيف سامي ولا حتى إحسان عبد الجبار بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى أعلن أنه أصدر مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية وسبق أن قررت المحكمة بتاريخ 21 ثمانية المضت إيقاف صرف هذه الأمانات وهذا الإجراء جاء بعد تحرك الحكومة على الملف السؤال هنا ليش ما تم الإعلان عن هاي السرقات الهائلة بوقتها ليش تنتظرون الحد ما تطلع ريحة الملفات المخزية يلا تعلنوها ما كان عدكم مؤتمرات أسبوعية ليش ما حتشيتوا عدكم أغراض سياسية ورا هذا الصمت المريب ليش جاي نحس بيكم تدرون بكل شي ومغلسين أو تحاولون تطنطمون هيش ملفات مرعبة لمصلحة بعض الجهات السياسية بعدين من يقول إحنا نريد نعرف أسماء الشركات وشلون سرقة هاي الأموال الهائلة لا طبعا إحنا ما نريد هاي المعلومات بل نريد نعرف من الجهات اللي ورا هاي الشركات لأنه مؤكد محمية من جهات سياسية فاعلة وهذه هي الطامة الكبرى الساسة يحمون الفساد ويمارسوه والحكومة تدري ومغلسة وعلى هرنة نجي للخلاصة العراق بكل شي يحتل ذيل القائمة بالأمان بتصنيف التعليم بمستوى الخدمات إلا بالفساد بالفساد العراق يتربع القائمة وبالنتيجة أنطيني دولة منفلتة أنطيك أكبر سرقة بالتعريف بس هذه يا عزيزي عدنان ما هي بأكبر سرقة وأنت تعرف ذلك أنت مطلع على واقع الفساد في العراق ما زل اللي شيقر خبيرٌ اقتصاديٌ عراقيٌ يحدثنا عن فتافيت سرقات نور المالكي عبرة البغدادية وفي برنامج استوديو التاسعة شاعدنا رئيس وزراء سابق خمنا نقدر نجيب أسماء نعم حكم ثمانة سنين خلال هاي ثمانة سنين نعم بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية نعم انتهت الثمانة سنين وهم الخزينة خاوية تغيرت الحكومة اجى رئيس وزراء آخر واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه أقدر اجيب اسمه الله يرحمه دكتور أحمد التلبي أحمد التلبي اش قال قال هاي ثمانة سنين عبرت اجاني فيه زايدة ناقصة متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفطه بسبعين دولار بس خلال السنة نبيعها بثمانين شقد الفرق عشرة فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائب نعم فقال اخو ما اجي سنة سنة اساوي بها بيانات ختامية خل اجمع لثمانة سنين وكلها اشوف اشقد دخل عراق واشقد طلع من العراق اعرف اشقد دخل واشقد طلع واشقد مصروف طلع اكو فرق ثلاثمية واثنعاش مليار دولار ما يعرفوا مين راحل خلال ثمانة سنوات وزا اللجنة المالية خلال ثمانة سنوات اشقد راحل الفلوس يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ طلع مبلغ غير مفروض ما تساوي غير ملساوي طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع ثلاثمية واثنعاش مليار مختفية ثلاثمية واثنعاش هذه ثلاثمية واثنعاش مليار دولار فتافيت سرقات وفساد نور المالكي وحكومته فهو صار رئيسا للوزراء في دورتين ومازل الاشيقر يتحدث عن هذا رجاء اعيدوا بث الفيديو شاءدنا رئيس وزراء سابق خلال ما نقدر نجيب اسماء نعم حكم ثمانة سنين خلال هاي ثمانة سنين نعم بنهاية كل سنة ما سوا بيانات ختامية نعم انتهت الثمانة سنين وهم الخزينة خاوية تغيرت الحكومة اجي رئيس وزراء اخر واجي رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه الله يرحمه دكتور احمد التلبي احمد التلبي احمد التلبي اش قال قال هاي ثمانة سنين عبرت اجاني فلو زايدة ناقصة متعرف مثلا يقولون رح نبيع نفطه بسبعين دولار بس خلال السنة نبيعه بثمانين اش قال الفرق عشرة فبنهاية السنة رح يصير عندنا شوية فائض نعم فقال اخو ما اجي سنة سنة اسوي بها بيانات ختامة خل اجمع لثمانة سنين وكلها اشوف اش قد دخل عراق واش قد طلع من العراق مزين اه فعرف اش قد دخل واش قد طلع واش قد مصروف طلع اكو فرق ثلاثمية واثمعاش مليار دولار ما يعرفون من راحت خلال ثمانة سنوات وزا اللجنة المالية ثمانة سنوات اش قد راحة الفلوس يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ طلع مبلغ غير مفروض ما تساوي غير مفروض اش قد فرقة طلع الفرق انه داخل اكثر من المطالع ثلاثمية واثمعاش مليار مختفية ثلاثمية واثمعاش فشلون صارت سرقة مليارين ونصف صارت هي بهذا العنوان سرقة القرن ثلاثمية واثمعاش مليار دولار هذه فتافيت فروقات السرقات فروقات النهد ثلاثمية واثمعاش مليار دولار نكمل الحديث مع مازن الاشياغير ويقول هو هذا السبب الذي ادى الى وفاة احمد الشلبي سنرجع على هاي ثلاثمية واثمعاش اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الاموال المنهوبة 350 مليار دولار اللي تقدر بـ 400 تريليون دينار يعني نقدر نبني 200 برج خليفة تدري 200 برج خليفة يعني البرج خليفة بمليار ونص فإحنا اللي مباقت من العراق 200 برج خليفة تصور 200 برج خليفة مباق من العراق هذا المبلغ لو تقسمع الشعب العراقي من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار منك دفتر مننا دفتر مننا دفتر من المخرج من ابني كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ زيان ما سوى أحمد تشلبي راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي قال له يابا سويت مجموع البيانات ختامية ما 8 سنين طال عندي فرق 312 قال له شتري عندي قل طيني تخويل اروح ادور عليها قال له هاك تخويل وراح تشلبي سويسرا ونيويورك وهونج كونج وكل هاي العواصم بيروت ودبي ورجع قال له اريد اشوفك قاعد ويا فقاعد تشلبي ويا رئيس الوزراء قال له بشر قال له ايه عندي خوش بشارة قال له شكو قال له ربع المبلغ القيته وين قال له عندي اسماء وارقام حسابات واسماء اشخاص موجودة يعني خنقول 75 مليار دولار موجودة بيش الدول عنده تقرير كامل يسمع السيد الكاظمي اكيد يسمع 75 مليار دولار 75 موجودة موجودة باسماء وارقام حسابات حتى قال له بسبوع نرجعها اي قال له ثاني ربع اللي 75 قال له ثاني ربع طول فات شهرين ثلاثة لأن مثلا مسجل باسم اختها سوى العبادي سأحجي لك ياها كامل عندنا وقت مو والله خمس دقائق قال له وربع الثاني قال له يطول كم شهر لأنه ما مسجل باسمه باسم اختها باسم عمتها باسم ابن اخو والربع الثالث قال له هاي يطولها سنت قال له ورابع ربع قال له هاي يشتروا بها ألماز ورشوه منها انساها فقال له شلون قال طيني تخويل نعم يعني هو هو مو بالسلطة التنفيذية هو بالبرلمان نعم قال طيني تخويل حتى اروح اجيبها قال له يومين ثلاثة اربعة وتوفى تشلبي اوف هاي قصة الثلاثمية واثمائش مليار دولار خلنقول قصة وفاة تشلبي يعني نقدر نقول هذا الشي ورها الثلاثمية واثمائش مليون دولار قتل ايه ما عش مليار قتلوا تشلبي ما عرف اذا قتلوا او شلون يعني زين هو ميدر غير بس العبادي لا لا هو التقرير دزة الى السيد السيسناني الى السيد رئيس الوزراء الى الخزانة الامريكية يعني يعني موجود هذا التقرير ورها فترة صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة الياسري نعم اسمعني فروحت احتياته ايه مواضيع ما عرف ايش قلت له يا ابا سيدنا عدنا موضوع كل ايش مهم السيد رئيس ونزيه معروف عن استاذ سيد حسن كل ايش نزيه نعم قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجه هيتش قمز قلت لي هذا السيد ما قررت قلت لي سيدنا عف هذا الموضوع لا تحتي بي وعفني من الموضوع وطلعت خافون لو شنو انا اريد عرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف من اللي طلح هذا المبلغ من اللي ايه بس تحتي هيثم الجبوري يقول لك فعلا ماجد التميم يقول لك فعلا 350 مليار مرحب كلهم يدرون بها بس ما حد يتجرأ يفتحها من الموضوع هذا البعبع موجود بالنجف ما يحتاج يعني ان نطيل الكلام البعبع موجود بالنجف نذهب الى احد اصدقاء الشلبي انتفاض قنبر وعبر فضائية سامرة انا انا مو محقق انا مو محقق كما تعلم وما ولا لكن انا عندي احساس انه قتل لان الظروف تقول انه قتل اغتيل لكن الظروف هي ليست بالضرورة الحقيقة لكن انا اقول لك انه انا سمعت تهديد لحياة الشلبي بهاي اذني وبعيني من احد الناس اللي يشتغلون معه والذي قال انني ساعطي الشلبي فرصة وسأتعامل معه بشكل اخر في المستقبل القريب وانا في وقته كنت ذهبت الى احمد الشلبي واشهد امام الله واقسم على القرآن امام الشعب العراقي ذهبت على احمد الشلبي وجلست معه جلستين الجلسة الثانية كانت حوالي ساعتين في بيته وقلت له ان هناك من يريد اغتيالك وهناك مجموعة في المؤتمر الوطني لا تعمل لك وهي تعمل مباشرة لابو مهدي المهندس ولقاس سليماني وهي لا تريدك ان تكون عائشا وقال لي ما معقول انت اطيت لاثباتات بحسب نظريتي نعم واطيت اثباتات وشواهد بحسب نظريتي الكلام انه احمد الشلبي كانوا يكررون في كلامهم انه في نهاية حياته كانوا يكررون ان هذه اخر انتخابات له كانوا يكررون انه ما يعرفون اش قد يعيش كانوا يستهزؤون بوراءه وامامه يتكلمون بشكل مختلف وقلت انا خايف على نفسي واني راح اترك المؤتمر فارجوك دير بالك على نفسك حاول ان يقنعني ان ابقى وقلت لما ابقى انا طالع من المؤتمر راح احترمك راح احبك راح اشكل تشكيل سياسي معين لنفسي لكن انا خايف عليك واني بخدمتك متى تريد وفعلا خرجت وطلعت من بيروت اللي كنت تحت خطر فيها من حزب الله لانه حزب الله يعمل مع هؤلاء الناس في بيروت كنت في واخدها مدير قناة اسيا وذهبت الى مصر بحجة السياحة ولم ارجع وفعلا في مصر بعد ظهوري في قناة البغدادية وذكر فضايح هذه الجناح الجناح الايراني في المؤتمر اللي انا اسميه سمعت بموته بالله العظيم للأسف اقول لم اكن متفاجئا بموته لانني شعرت انني كنت متوقعا ذلك لكن هل هذا واقع اما الكلام عن انه الفحوصات المختبرية تقول انه ليس مسموما هذا كلام معلمي لانني مهندس بي او درست السموم اذا لا اذا الطبيب او المختبر ما يعرف هوية السم اللي موجه اليك او الي ما يقدرون يفحصون فحوصات ما قفت فحص يقول انت ممسموم اكو شك مادة معينة كيمياوية معينة او مادة ثانية او مادة ثالثة يسمتك ويفحصوها اذا ملقوها يقولون ملقنا الموال بس يفحص بشكل عام هناك الكثير من السموم اللي هي الغير معروفة لدى الطب وغير معروفة لدى المختبرات واسرائيل استخدمت بعض هاي السموم في اغتيال بعض الفلسطينيين ومنهم خالد مشعل التي حاولت اغتيال اسرائيل ولم تستطيع الاردن ومستشفيات الاردن متطورة وتدخل الملكة حسين شخصيا لجلب الانتايدوت ما عرفوا شنو والنفس الشيء هناك لربما مواد كيمياوية استخدمها تشلبي او عطيت تشلبي وقتلته لكن قناعتي صحة جيدة وكان هناك معامرة حوله من قبل الناس طابعي اليران وكانت علاقته مع قاسم سليماني غير جيدة وقام قاسم سليماني غير مرتاح له وكانت تشلبي يتجه للانفصال عن وعبر واني نيوز عبر هذه الفضائية يتحدث انتفاض قنبار ايضا انا مو محقق شرطة لكن انا عندي معرفة ثقافية ومن خلال دراستي او نقدر اختيار مثلا يعني مثل ما يقولون باللغة الانجليزية يعني هناك انت لما تجي على موقع الجريمة تحسب من المستفيد المحقق يحسب من المستفيد يذهب على المستفيدين للتحقق معهم ويحسب كيف كانت صحة هذا الشخص ويحسب ما هي الظروف التي حصلت اقول لك احشاية لخ لماذا دفن في داخل الامام الكاظم ليش قل لي ليش ايه لانه يصعب استخراج جثة وفحصه مرة ثانية اه اه انا هذا يعني سمحت من اكثر من مصدر طيب والمرجعية والمرجعية لم تكن راضية اقول لك ياها ومن مصدر ليس عراقي ولكنه موثوق جدا مصدر اجنبي زيان قال لي ان المرجعية في النجف لم توافق على دفن الشلبي وحتى قاسم سليماني حاول اقناع المرجعية ولم يستطيع وكانت المرجعية تنصح عكس ذلك ومن ومن تدخل شخصيا لكي يدفن الجسمان المرحوم الشلبي وحصل ذلك هو السيد حسن رص الله حزب الله في لبنان محمد علاوي من نفس العائلة التي منها وزير المالية محمد محمد علاوي كان وزيرا في حكومة المالك وهو في أجواء حزب الدعوة يحدثنا عن فساد المالك عبر برنامج حوار حوار التاسعة ومن قناة هنا بغداد شيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزارة هو الولاء 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 إلى رئيس الوزارة هذا هو المهم هذا هو المهم في زمن حكم سيد المالك الفترة الثانية حتى أكون فترة الثانية بالتحديد في الأولى لم تكن الأمور هكذا لا لم تكن هكذا الوضع كان كثير أفضل في الفترة الثانية كانت هكذا الوزارة هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية كثير من الوزارة عنها ما يعجبهم أدخل سنة وشياع هذا واقع في النهاية الوزارة السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو يجب يسرق الدنيا وما بيه مسكوت عنه إلى هذا بحق طبعا إلى هذا الحد إلى هذا الحد بل كانت أنا أعرف وعدي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حوالي عديا نعترف علاقات مع الجماعة اللي حول المالكي كاسيتات شو تضمن؟ تضمن طبعا كاسيتات تعرفون كل النواب والوزارات كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات بهذه الطريقة كانت الموضع؟ طبعا بهذه الطريقة احنا من سنة 2008 زودون الأميركان بأجهزة للتنصط وهذه الأجهزة لكي يتم التنصط على الجهات الإرهابية مع الأسف استخدمت سياسيا زين وبدوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد جدي يحتي وجدي يقول فبدوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق زين والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه حتى بأجر أقوى ما يقدر يحرك نفسه هذا كلام خطير طبعا خطير وهذا الواقع هذا الواقع ما دعشي لك عن تصورات لا لا دعشي لك معلومة عن طيكية هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء بالضبط هذا الملف عليك أن تفعل هكذا بالضبط هذا الملف صار بيد المالكي زين الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي يسمح لهم أنه يسرقون يسمح لهم يسمح لهم يسرقون طبعا يسمح لهم يسرقون ما يتخذ إجراء ضدهم بالسبب حتى يضمن ولاءه لأن هذا يسرق مقابل الولاء بالضبط ويبقى ويبقى طبعا القضية بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت ما أسكت طبيعتي ما ممكن أسكت بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام أنا كلها رسائل وأواجه بيها أرادوا كان تسكت زين بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن فهذا هو طلق ماذا أرادوا فكتور كثير من الأمور بصراحة كثير من الأمور يعني خليسا تجلل التاريخ زين أنا خليه أقول لك طبعا الوحدة من عندها نفس الفساد الفساد نفس عقود الفساد كانوا يعني أنا ماريد حتى ماريد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه طر أجوب علي وطلبوا أمور معينة عقود معينة طلبوها من عندي زايدا طبعا هذه الجهات تابعة لمن هو الجهات شسمها نفسها جهات رئيس للسيد الماضي طبعا وإلى نور المالكي يتحدث عن فشله وفشل حزبه عن فشل حزب الدعوة وطبقة السياسية العباسية الحاكمة في بغداد وكل ذلك عبر قناته الفضائية قناة حزب الدعوة آفاق بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق لأنهم فشلوا فشلا دريعا وأنا منهم حتى لا أبعد هذه القضية لأنه إذا قلتهم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها أبو إسراء قولوا فعل متفرغ للعبادة وترك العمل السياسي نذهب إلى قناة الرشيد وإلى برنامج الرشيد والناس مع ياسر عامر رحيم الدراجي يصف لنا هذه الطبقة الفاشلة التي من جملتها نوري المالكي حيث كان يتحدث عن فشله وفشل حزبه وفشل الطبقة السياسية العباسية الحاكمة في المنطقة الخضراء مع رحيم الدراج لأنها تستهدف إيقاف عجلة الصناعة العراقية أبروح ابوك إحنا الملح نستوردة يا صناعة العراقية تتحدث لعنها عمي مو عاب يا صناعة وينها الصناعة والله عام هاي الحاجة عمي إحنا الموطن يستوردها وينها الصناعة تستهدف انه بشوف باوا تستهدف إيقاف عجلة الصناعة هذا شينطبق عليهم هذول اللي كتبه البيان كذب كذب حتى يصدقك هالناس وإلا عن عي عجلة أنت تتحدث عن يا عجلة والله لو أكو غير أستاذ ياسر هس العراق الآن بناء للأموال اللي دخلت له نجمة في السماء الكل ينظر له بعزن وكبرياء مقابلها المليارات اللي فاتت العراق بيد الأخرية مع الأسف الشديد بيد من؟ بيد الأخرية نذهب إلى فاصل اللصوص والسراق الذين تحدث عنهم مازن الشيقر بما فيهم البعبع هؤلاء هم هم الفاشلون الذين تحدث عنهم نوري المالكي وهمو همو الاخرية الذين تحدث عنهم رحيم الدراجي إنهم العباسيون الجدد العباسيون الجدد عاصمتهم الأولى النجف وعاصمتهم الثانية بغداد وفسادهم في العراق كله وحتى في خارج العراق السرقات في المؤسسة الدينية وفي كل فروعها على خدم وساق والأوامر تصدر من السستاني بستر هذه السرقات حفاظا على سمعة المذهب من طيح اللحظ هذا المذهب يا مذهب هذا مذهب الطوسي مذهب الكالب يا مذهب مذهب الحرامية مذهب الخرية مثل ما يقول رحيم الدراجي يا مذهب هذا هم يحافظون على سمعتهم على سمعة المرجعية السستانية كي لا تشوه سمعة محمد رضا السستاني الذي سيكون مرجعا من بعد أبيه السرقات على قدم وساق والفساد بكل ألوانه وأشكاله فساد خلفاء العباسيين موجود في النجف بكل تفاصيله بكل تفاصيله سرقة في هذه الأيام هي في سلسلة سرقات كثيرة جدا لكن الحديثة محتدم عنها في كربلاء خصوصا في أوساط العتبتين الحسينية والعباسية أنا لا يعجبني أن أقول عن العتبتين من أنهما عتبة حسينية وعباسية الحسين بريء منهم والعباس بريء منهم هذه مؤسسات سستانية قذرة كل القذارات وكل الفساد فيها هذا التضخيم الإعلامي والتطبيل والتهريج في وسائل الإعلام عن سرقة الأمانات من هيئة الضرائب في بغداد لأجل تضييع السرقات العتبة الحسينية والعتبة العباسية بغض النظر عن مقادير الأموال حتى لو كانت الأموال المسروقة في العتبتين دون الأموال التي سرقت في بغداد لكن القضية ليست مرتبطة بمقادير الأموال وإنما ترتبط بالأمانة الدينية وبالمسؤولية الشرعية وبأن المؤسسات هذه ترتبط ارتباطا مباشرا بالسيستاني وولده محمد رضا من هنا تأتي خطورة الموقف مع أنني لا أعرف المقادير التي سرقت المقادير هائلة من الآخر من الآخر أموال العتبتين سرقت سرقت أخذها المسؤولون في العتبتين وقدموها إلى جهة بعنوان الاستثمار للمنافع الشخصية وبعد ذلك تلك الجهة أخبرتهم من أن الأموال تبددت وتفتت فهل الحقيقة هي كذلك أم أن اتفاقات تجري في الكواليس وتجري وراء الكواليس أموال طائلة هناك شخص يدير مؤسسة لتصريف الأموال والتي أصبحت بنكا بنكا محدودا إنها شركة الطيف مدير فرعي شركة الطيف في كربلا الذي تعاملت معه العتبة الحسينية والعتبة العباسية المسؤولون من كبارهم إلى صغارهم هربوا أموال العتبتين من خلال هذه البوابة بعنوان الاستثمار والآن فقدت الأموال الآن فقدت الأموال عندي قائمة بالأسماء أنا لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل قد لا تكون مفيدة بالنسبة لكم إنما أريد أن أخبركم بالإجمال مثلا الأمين العام للعتبة العباسية هناك صكوك صور الصكوك موجودة الوثائق موجودة هناك صكوك بعشرين مليار دينار أتحدث عن مليارات الدنانير بعشرين مليار دينار عراقي باسم الأمين العام للعتبة العباسية مصطفى ضياء الدين قطعا هذا ما خرج من المعلومات القضية أكبر من ذلك ما خرج من المعلومات ما تسرب من المعلومات صكوك بعشرين مليار دينار عراقي باسم مصطفى ضياء الدين هذه الأموال باسمه هناك سبع طعش مليار باسم مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي وفي الحقيقة هذه الأموال لعبد المهدي الكربلائي لكنها سجلت باسم صهر سبع طعش مليار هي لعبد المهدي الكربلائي هو الذي أخرجها لكنها سجلت باسم صهره مرتضى والذي لا يذكر اسمه في أوساط العاملين في العتبتين خوفا من سطوته لذا يصطلحون عليه السيد الشاب فهذه الأموال سجلت باسم السيد الشاب باسم مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي إنه صاحب التوقيع لكن الأموال للإنصاف ليست له هي لعبد المهدي الكربلائي وسجلت باسمه باسم مرتضى القائمة طويلة محمد أبو دقة مسؤول الخدمات في العتبة الحسينية سيد عادل أحد المسؤولين في المخيم الحسيني هؤلاء أيضا هناك وثائق سكوك باسمائهم والذي أمرهم أن يفعلوا ذلك هو عبد الواحد البير عبد الواحد البير هذا مسؤول الاستثمارات في العتبة الحسينية هو ابن خالة عبد المهدي الكربلائي الكل المشتركون أحسين جوية كان مسؤولا للأمور المالية في العتبة العباسية حسين جوية هو أخو ميثم الزيدي مسؤول فرقة العباس القتالية وله صلة صلة مصاهرة ب أحمد الصافي ممثل المرجعية في العتبة العباسية ممثل السستاني المتول الشرعي شيخ صباح الجنابي مسؤول علاقات العتبة الحسينية شيخ صبار مسؤول العلاقات الخارجية للعتبة الحسينية لواء شرطة ساتشت أسماء قائمة طويلة أنا لست بصدد محاسبتهم إنما أريد أن أقول لكم أنا أتحدث عن معطيات حقيقية أموال العتبتين سرقت سرقت سرقها السستانيون ولذا بادر محمد رضا السستاني بإصدار أمره بالتستر على الموضوع وبدأوا الآن يلقون باللوم على ميثم الزيدي ميثم الزيدي هو جزء من هذه المنظومة لكنهم يريدون أن يبرئوا أصحاب العمائم يبرئون عبد المهد الكربلاء أحمد الصافي السرقة سرقة عامة وقد سرقت أموال العتبتين هذا هو واقع العباسيين إن كان في بغداد أو كان في كربلاء أو كان في النجة كل المؤسسات بفروعها التي تنتمي إلى السيستاني مؤسسات فسات تعاني مؤسسات السيستاني بسبب وكلائه بسبب الذين يعينهم إنه يعين الفاسدين يعين الساقطين أخلاقيا مثل ما يعين الفاسدين في حكومة بغداد يعين الفاسدين في مؤسساته ويحمل فاسدين في مؤسساته ويحمل فاسدين في بغداد هذا هو واقع خلفاء العباسيين في زماننا كخلفاء العباسيين في الزمن الأول في الحكم العباسي الأول ظلم وفساد وإجرام وتفاهة أذكركم بما قاله إمامنا الصادق عن مراجع التخليد الذين لا يجوز للشيعة أن يقلدوه ما هي أوصافهم قرأت عليكم هذا الوصف في الحلقة الماضية يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصب له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة ظلم وفساد وعبثية وانتهاك لحرمات الدين وانتقاص في العقائد من محمد وآل محمد أتحدث عن النجف عن السيستاني وعن آل السيستاني عن المرجعية السيستانية ترجمة نانسي قنقر